اهلا وسهلا فيكم موليد برج الجوزاء او مصبوط الجوزاء عم نقرأ عم نحاول نقرأ الفترة الجاية اللي برج الجوزاء المشاكس اللي كل اصحابي من برج الجوزاء كتير مشاكسين بس الحق يقال هم كتير طيبين والحلو فيهم التفاؤل جماعة متفائلين كتير في الحياة انا خلط طبعا الوراء قبل الفيديو كمان عم بخمطه بطريقة اكتر علشان برج الجوزاء حبيبي اللي انا بحبهم كتير بتشاكس معهم كتير في الحياة اللي هم برج الجوزاء بس بمصالح بسرعة لانهم كتير مغضومين وكتير حلوين بحبوا كتير يعني ينقضوا وكتير يحكوا يلي بقلبهم بطريقة بدون سلطة يعني شو الصوت جماعة كتير متفائلين هذا سبب نجاحهم في الشغل اكتر ما انه في العاطفة في الحياة بشكل عام انا بقول ما عم بقول توقعات لسه ما بلشنا في توقعات لكن برج الجوزاء من الابراج الناقضة يلي بتنقض ما بتحلي شي بقلبها بتقولوا باي طريقة بدون ما تفكر ايش الطريقة المناسبة لتوصيل المعلومة بقولوا يلي بقلبهم وهذا اكتر شي انا بحبه فيهم بيزعلوك شوي لكن بسرعة بسرعة بيصلحوك ما بتعرف كيف يعني كانهم نسيوا الشي اللي عندلو فبرج الجوزاء صديق ممتاز حبيب رائع لانه متجدد دائما وابدا برج الجوزاء وهو شخص مسؤول في الحياة فاذا كانت بنت عم بتحب برج الجوزاء شب من برج الجوزاء فهذا شي كتير يعني فرصة حلوة لها لانه متحمل للمسؤولية حلينا نحكي عن الفترة الجاي برج الجوزاء كانوا شوية اهل عليك انت بدك الامور تكون بيرفكت بكتير بالشغل بالعاطفة بتحاول توازن كل الامور بدك كل شي مثالي ولانك انت شخصيتك قريبة من المثالية شخص برج الجوزاء بيحاول بيقاتل او في صراع دائما مع نفسه لانه بيحاول يوصل للمثالية وهذا اشي انا بعتبره يعني غلط كبير لانه احيانا حتى العيوبنا يعني بتكون حلوة هاي العبارة يمكن ما سمعتوها قبل هيك بس لأ في عيوب حلوة احيانا بنحب اشخاص عندهم بعيوب كتير بس نحنا بنحب هاي العيوب لانها طالعهم يعني نقالهم ما عم يمثلوا علينا فبرج الجوزاء بطمناك انه الفترة الجاي رح تكون كتير فيها يعني امور تمام هلأ انت عم تحلم عم تحلم وتحلم 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 وتقول متى بده هذا الاشي يصير وخلاص ولو بده يصير كان يصير لا بالاخير في ميزان في عدل الامور كلها رح تصب في صالحك في الفترة الجاي والشخص اللي كان يعني خلينا نقول يضمور لك الشر فهذا الشخص حينتهي تماما من حياتك ما بقول انه انتوا رح تبعدوا عن بعض او انا بصراحة ما بحكي انه ما بحدد الان عاطفة او عمل لكن هو فيه شخص منكد عليك بالعربي فانت طول الوقت بدك تتلاشعه بدك تهمشه وهذا الاشي اللي بزيد غيرته منك لذلك هو بالارجح يكون في العمل كان يعني شوي عم بهيئنا لشهر ستة وسبعة وتمانية ما بدي احكي لك اضحك عليك اقول لك انه كل الفترة حلوة كتير شوي تكمل في احلامك استنى المفاجآت الحلوة حيصير في عند هتاخد طبعا في العمل في العمل والعاطفة كمان لكن بدك تستنى شوي بالنسبة للعاطفة بدك تستنى شي خمستاشر يوم اقل من شهر فالفترة اللي جاي كتير واعدة بالنسبة للك وحتقطع فترة يعني تصير تضحك تقول الحمد لله رب العالمين انه انا افتحت من هديك الفترة اللي كانت سيئة في حياتي فهو شبه اه دورة عم بتمر فيها لازم تمر بالشيء السيء عشان تعرف اه حلاوة الامور اللي جايتك بالفترة اه الجاي والحب الحب يا جوزاء الحب جاي جاي بطريقة يعني اه حتمية خلينا نقول انه كان في شخص يحاول معك بالفترة الماضية لكن انت كنت كتير متنشو كتير شايفو انه اه مش لقلك او انت مش لقله اه هاد الشخص على فكرة حبك عن جد من قلبه اه لكن انت تفكيرك صح خليك ماشي في الخط اللي انت اه فيه والشخص اللي انا عم بقولك عنه او الفرصة هي جاي في الفترة هاي فترة خلينا نحكيها الحب والسلام لبرج الجوزاء اه لانه بيستاهل كل اه خير اه برج كتير مكافح وبالاخر يعني عن جد بيوصل اه لالشي يلي بدي ياه لانه بيكون ضميره يعني صاحب كل الوقت اه خاصة من ناحية الشغل حتاخد مكانتك اللي انت بتستحقها مش اللي انت هلأ اه فيها لذلك بقولك اتفائل انه الفترة الجاي كتير حلوة اه ما بضحك عليك ما بقولك انه كل الفترة لكن خلينا نحكي تمانين بالمية من اه التلات اشهر الجايين هيكونوا سعادة بالنسبة اليك فضيعة اه اول السنة كانت اه مش مبشرة كنت تقول والناس اللي كانوا يبعتوا لي كانوا يقولوا لي انه شو برش الجوزة تبحكوا علينا وكذا لا اه اه انا قلت من قبل انه شهر اه واحد واثنين وثلاث هيكونوا شوي صعبين على برج الجوزة لكن بدون يصبروا شوي وفعلا النص الثاني احلب كتير من النص الاولاني في اه لبرش الجوزة خلينا نحكي انه اول ست اشهر من هاي السنة اه كانوا عبارة عن لملمة امور اه كيف تحكيها انه اه يعني الامور اللي مش عاجبانا عم نتخلص منها عم نتخلص منها اه عم نحس انه احنا مش مرتاحين لوجود اشخاص او امور حولنا اه حيثيات احنا ما حبيناها لكنها يعني هي الطريق هذا هو الطريق لحتى توصل للسعادة والعدل اللي انت بدك اياه اه مرة تانية بحذر برج الجوزة من اه اول خمستاشر يوم ما بحذره يعني ما بخوفه بقوله انه صعبين او كذا لا لكن المياه حتكون اه راكدة اه يعني لو بدك اه اه تفكر انه في مصباح سحري وحال الامور واو حتكون هيك بسرعة من الباب لطاقة لا بدك تكمل وما تفقد سمام الامور ما تعصب كتير بدك تروق يا برج الجوزة انت عندك اعصابك كتير نشدودات طول الوقت وعم بتروح عالبيت عم بتفكر بالشغل وعم بتروح عالشغل عم بتفكر بالبيت والعاطفة حاسس انه الامور ما ضابطة كتير معك لكن اه بالفترة الجاي حتكون كتير كتير واعدة وحلوة للك اه وكمان مش بس الثلاث اشهر الجايين لا اش كمان الشهر الزيادة تكون كتير حلو بالاضافة لاخر السنة حتختمها يعني ختامها مسك لبرج الجوزة احلامك كلها حتتحول لحقائق ما بحب ابالغ كتير لكن هذا اللي مبين عندي وطبعا لوقتها يعني من هون لهذاك الوقت حانزل باستمرار الوارد والجديد عندي فتابعوني وقوت لك لبرج الجوزة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة